السلام عليكم ورحمة الله نتمنى تكونوا بخير وعلا خير وبصحة جيدة اليوم ان شاء الله جيت باش نشارك معكم هاد الوصفة هاد الوصفة اللي هي سباغة طبيعية للشعر باللون البني نقدر نصبغوا بها الشعر اللي كيكون فيها الشيب وكذلك الشعر العادي كتعطينا واحد لون بني زويون بزاف ماشي غامق بزاف وماشي فاتح واحد لون زويون بزاف وفاش اي لا درناها باش نغطوا بها الشيب سوف نعطينا واحد لون اللي تلقم مع اي لون ديال الشعر لانا كنعرفو كيما كان عرفو الشيب كيكون وسط الشعر لي هو اما بالبني ولا بالاسود فاش غادي نصبغوا بهاد الصباغة غادي تخبه نهائيا وغادي تشوفوا المكونات ديالها من المكونات ومن الطرقة غادي تعرفوها بانها ناجحة 100% وانا جبتها لكم لانني جربتها ولقيتها ناجحة هنا غادي نخد واحد الاناء غادي نبدو بالمكونات الاول اللي هو الاصفر ديال البيض او المح غادي نخد هنا جوج ديال المح او جوج ديال صفر ديالبيض صفر ديالبيض عندو واحد دور كبير هنا في اللوزوجة ديال هاد الوصفة وف نفس الوقت غادي رطبنا الشعر وغادي يخليه يكون ناعم ما غاديش يتأطرو فيه شي مواد اخرى هنا اضفت ملعقة كبيرة ديال خلطفح وغادي نخلطهم مزيان خلطهم مزيان 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 دور ديال خلطفح هنا اولا لان هاد الوصفة ووصفة زوينة للشعر اي نوع ديال الشعر هنا غادي تحيدنا الى كان الشعر في القشرة وكذلك تحيد سفورة ديال البيض هنا غادي نضيف واحد ديال ياورت اللي غادي يكون طابعة غا نضيف منو ملعقة كبيرة كيف ما كتشوفو راها ملعقة هارميات قريبا نصف ديال هاد الحق ديال ياورت هنا خديت هاد النوع اللي كيكون شي شوية عاقد ماشي داك الطابعي هادا اللي كيكون طابعي ولكن كيكون بحل الجبن بحل شكل ديال الجبن انتو ميل عندكم الاخر ضيفو جو ج ديال الملاعق اذاك الطابعة الاخر اللي كيكون اه سائل شي شوية ضيفو جوج ديال الملاعق حنا خلطتم زيان هاد الوصفة كيفما هي هكذا نقدرو نضيفو عليه واحد جوج ديال الملاعق ديال الزيت زيت زيتون ولا زيت الكوك ونضيرو هال شعر ديالنا كاترجع لنا الشعر رطيطب وزويون فقط ما بغيتي تغسلي ندير هاد الوصفة بحال هكذا الشعر اللي جاف كيقولي ناعم وزويون هنا بالنسبة للوصفة اللي احنا هي دارين عاصي بغا طبيعية الشعر باللول لبني وكذلك اللي شيب غدا نضيف واحد جوز صاشيات ديال شوكولات كاكاو او المر يعني كاكاو المر مشي شوكولات للحلو هنا جوز الخنيشات هذا الكاكاو المر ديال الخنيشة هو احسن من هدك ديال العبار وهنا جدى نضيف واحد ملعقة صغيرة ديال القرفة اللي متحونه ومغرب الله ناعم وما كاش عندك القرفة عوضها بملعقة صغيرة بحال هكذا ديال القرنفل هال القرفة را عندها لا هي الا قرنفل للقرفة را عندها واحد عدد دور كبير كتحيدنا القشرة وكذلك كتتسبحمها للشعر كتلبوا ان الشعر وهنا اضفت ملعقة ديال الناشا وهد ملعقة ديال الناشا نقدروا نعوضوها بملعقة ديال الارض اللي كيكون مطحون ومغرب المزيان والدور دياله هنا كيعطينا للوزوجة كي نعملنا الشعر وكذلك تحفزنا النمو ديال الشعر كذلك بالنسبة للقرفة وبالنسبة للقرنفل كي اكتيفي ولا سكيلاتي وصونغين في الراس يعني ديال الحركة ديال الدم كتكون اكتيف وكيحفزنا مما كيحفز لنا النمو ديال الشعر يعني الشعر ما سيفقاش عكزان كيولي كيطوال بسرعة وهنا غد نضيف هد المقويل العجيب اللي هو كيف ما كتشوفوا هنا اغلبية ديال البنات غد يعرفوا هد اللون الازرق اللي هي النيل الزرقة خدوها هكذا غبراء ولكنتو ما ما تيقنيش بانا غد يعطيكم يعني ما عندكمش اتقى في هدك اللي غد يعطيكم هد النيلة من الاحسن تخدوها تكون حجرة صافي غد نخلطها هكذا ركت عطينا واحد اللمعة زوينة في هد الوصفة وكيولي الشعر ديالنا عندو واحد الباريق زوينة هنا غد نخد هد الباريق ديال او الكوكوت ديال القهوة وغد ندير واحد جوج ملاعقة كبارة وهنا ركيه الزغير كاس هد الباريق الصغير ورا عندي كيهز كاس فقط وضل جوج ديال ملاعقة ديال اللبون وغد ندير نفق النار هكذا حتى طعب هد الباريق سيطيب بسرعة وغد نضيف قيمة واحد الملاعقة حتى ملاعقة ونصف ديال هد القهوة اللي هي كيف ما قد لكم را تعصرت في هد الباريق وكيف ما شفتو جوج ديال ملاعقة كبار مملوئين في كويس في كاس يعني ما كاملش ديال كاس كبير ديال العنبة فاللي كيهز هد الباريق يعني انها هد القهوة غد تكون كونسانت خايد وانا كيف ما كنقول لكم دائما هد القهوة را كنشرب واحد الكويس في النار كنت كنشرب جوج وحسيز بأنها كدري شوية المغاص وليس كنشرب غير كويس فقط مع السيام متقطع فاش كنكونو صايمين لطنسيون كيهبط شي شوية وكنحسسو بالخومول فاش كنشرب هد الكويس ديال القهوة كنحسب الاكسيفيتي يعني كيولي الانسان كيحسب النشاط يقدر يقوم بالأعمال اليومية دياله كاملة ويخرج إلا كنخدام يخدموا كل شي وما كنحش بأنه راهعية هنا ضبط واحد ناس في ملعقة أخرى ديال هد القهوة اللي هي مع السرا بغيت القهوة ميكون على هد الشكل صافي هده هي الوصفة ديالنا شفتوا را المكوينة ديالها كلهم زوينين وما غد يش يسئلنا الشعر ما فيه لحنا لوالو شفتوا هنا ربقات ليس قريبا القهوة كاملة أنا هد الكويس غادي نشربه وصافي هده هي الوصفة ديالنا دياله وبهد الشكل را كتعطيه واحد نتيجة رائعة بزفزفزف باش نصدقكم القول هد الوصفة انا كنضيف لها واحد الاضافة باش كتخرج من الاستعمال الاول ولو نديرها غير واحد ساعة فقط ونغسلها وهي بقى ما نشفت شفت شعري كتعطينا النتيجة اما يلا بغينا نديروها هكدا نخليها تختامر لمدة ستتسويع وغادي نديرها الشعري ونخليها ستتسويع وغادي نغسلها انا كنضيف مكون اخر اللي كنديرها الشعري بلا ما نخليها تختامر وكنديرها ما بين ساعة حتى جسويع وكندخل كنغسلها وخا تكون باقى فازقة في الشعر ديالي وكتعطيني لون جد رائع هاد المكوين اللي غادي نضيف ربما بزف ديال البنات كيقولوا بانه راه مزوين شوالا كي راه زوين لان انا كنقدرو نديرو حتى البشرة ونديرو حتى في التبريمات كينا تبريمات زوينة رائعة تبريمات بدون حنة تبريمات بيضاء كنديرو فيها هاد المكوين هنا ما غادي نديرهاش في التبريمات غادي نديرها في هاد الصباغة الطبيعية للشعر وانا ما غادي نديرهاش قدامكم غا نوريكم اشنو كندير واحد الملعقة كبيرة من هاد المكوين اللي هو لوكسيجين ولكن ماشي لوكسيجيني لا هادا كخام كخام ديال لوكسيجين هندير منه معلقة كبيرة مملوقة دوك المعلقات الكبارات اللي كتكون فيهم يعني معلقة كبيرة اللي كتكون مرسومة فيهم واحد العرش هادوك دوك الكبارات وغادي نديرها ونخلطها مزيان ونديرها الشعري سور بلا ما تخمر كتعطيني النتيجة نخليها شعري واحد فبين ساعة ساعة ونصح ترجو السوع وغادي نغسلها كتعطيني نتيجة سور بلاس تقدري تسبري بها شعرك هاد الصباغة الطبيعية إلا كنت غير بغيتي اللون بني عندك واحد اللون اللي ربما أسود ولا بغيتي لون بني لامع دريب هاد المكونات كاملين ودريب هاد طريقة وكيف ما قدلكم إلا بغيتو من الاستعمال الأول ضيفوا مرعقة ديال هاد الكخام أكسيجيني إلا ما بغيتوش دريها هكدا وضرور ما تعاوديها واحد جوج المرات ولا ثلاثة بش تعطيك واحد اللون اللي هو لامع زوين وفي نفس الوقت تغطي الشي بكامل نتمنى أن هاد الوصفات تعجبكم ديروا لي لايك تكتبوا لي واحد تعليق زوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته